شاهدينا في المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إليكم الأحوال الجوية المتوقعة يومي الجمعة والسبت بعد ظهر يوم الجمعة وبإذن الله يتجدد هطول الأمطار في المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة وتمتد تدريجيا إلى بعض المناطق الجنوبية وتقريبا يحتمل سقوط زخات متفرقة من المطر في منطقة الرياض إداريا وأيضا هناك نشاط في الرياح الهابطة في هذه المناطق مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأثربة المثارة وباستمر هذا الوضع صباح يوم السبت لكن تضعف فرصة طول الأمطار يوم السبت أيضا هناك كتلة هوائية معتدلة الحرارة ستؤثر على المناطق الشمالية من المملكة بحيث تصبح الأجواء في المناطق الشمالية معتدلة بالنهار لطيفة بالليل لكن بقية مناطق المملكة بتكون تقريبا حارة نسبية نهارا معتدلة ليلا وأيضا هناك في المناطق الشمالية ستتأثر المناطق الشمالية برياح شمالية غربية نشطة السرعة بعد ظهر يوم الجمعة ويوم السبت هذه بتكون مثيرة الغبار والأثربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية في هذه الأماكن هذه هي الوضعية الجوية المتوقعة نتمنى للجميع السلامة نشكر لكم متابعتكم ونترككم في أمان الله